المصريين طيبين والله العظيم قلوبهم حلوة يعني ركز مع الناس كده وبصفوا شوش وماما بتكلموا طيبين طيب مولانا نبدأ بأول سؤال الأم الفاضلة اللي بتقول أنا ابني عنده شاء الله النص فيه عضو مور في المخ فأنا بتديله حنية وبديله دلع أكتر من أخوله وتقريبا من سنه والبعض بيقول لها لا كده حرام بسم الله الرحمن الرحيم ولا نسأل الله عز وجل لهذه الأخت الفضلة أن يأجرها وأن يثبتها وأن يصرف السوء عن ابنها آمين آمين طبعا بطبيعة الحال هي بتدي شيء من المشاعر الوجدانية لابنها صاحب الاحتجاجات الخاصة إنما هو المنهي عنه التفاضل في العطايا المالية العطايا لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم هذا في العطايا المالية إنما في المشاعر الوجدانية لطبيعة الحال في هذا الظرف لا لا إن شاء الله لا إثم عليها ولا تثريب وأرجو اللي بيفتو في الدين غلط أن يتوقفوا عن الاقتراء على الفتية لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون طبعا أنا هناك كلام يجيب كلام يا مولان ربنا يدي للجميع طلط العمر فترطنا أن هناك رجل أو زوجين ميسوري الحال وليهم تركة إماه وعندهم ابن بنفس هذه الحالة وابن آخر صحيح فاللي في الحالة دي شغله هيبقى صعب وما يقدرش حتى على العمل في أغلب الأحوال هل هيبقى علي وزر أو خطأ إن أنا أكتب له مبلغ أكتر من أخوه أحسنت وجزاك الله خير على فكرة في الشروح من الفقهاء على حديث النعمان بن بشير اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم الحنابل قالوا ويستسنى من هذا إذا وجدت ضرورة أو مصلحة طب نشوف الضرورة إيه اللي أنت ذكرته إذا كان إنسان مريض والأب أو الأم يريد يعني تأمين معين لمستقبله أو لأوضاعه أو لعلاجه لا بأس طيب قالوا المصلحة فيه قالوا طب نفرد ابن مبزر وسيأخذ هذه الأموال يصرفها في سبيل الشيطان مخدرات وخمور وكذا يبقى في هذه الحالة ممكن التفاضل بين الأولاد لوجود المقتضاء دي بقى أهمية الفقه والفقهاء الظلم الإمام أحمد بن حنبل نعم يقولوا يتشدد يتشدد لا 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 ده أتباعه بس اللي هم لم يفهموا فقهه فأساوي ليه ترجمة نانسي قنقر